مهارة التعبير والإنشاء المهارة الثانية مهارة توسيع فكرة بسم الله الرحمن الرحيم عزيزات التلميذات عزيزات التلميذ مرحبا بكم في المهارة الثانية من مهارة التعبير والإنشاء وهي تتعلق بمهارة توسيع فكرة تتضمن عملية توسيع فكرة اعتماد الخطوات الآتية يعني القراءة المتمعنة والفاحصة للنص بهدف الوقوف عند مضمونه العام عموما ثم تحديد بعض الكلمات المفاتيح واتخاذها منطلقا للتوسيع دعم الأفكار الأساسية والجزئية بالشواهد والأمثل المناسبة ثم مناقشة الأفكار ويبدأ وجهة النظر المدعمة أو المفندة وهنا أقول دائما مهارة توسيع فكرة إذا لم يكن فيها شواهد ولم يكن فيها أمثلة لا تدعي بأنك قد كتبت مهارة تسمى بتوسيع فكرة إذن فالمقدمة تحاول أن هي محاولة مقدمة هي محاولة إعادة كتابة الفكرة بأسلوبك الخاص إذن أعيد المقدمة هي محاولة إعادة كتابة الفكرة المراد توسيعها بأسلوبك الخاص تقدم ما تأخر وتؤخر ما تقدم وهناك يعني المراضفات إلى غير ذلك ثم في العرض فإنك تحاول أن توسع في هذه الفكرة بطرائق عديدة جدا منها توسيع الفكرة بالتعريف أو الشرح أو ذكر المفردات أو الأضاب توسيع الفكرة أيضا بالشواهد والأمثلة نقصد بالأمثلة من الواقع أمثلة تاريخية منطقية علمية نماذج إحصائيات والشواهد نقصد بها نص قرآني مثلا نص حديثي نص فكري أبيات شعرية إلى غير ذلك وتكون توسيع فكرة كما قلنا بالمناقشة من بالرفض أو القبول وفي الأخير بالفعل فهذا هو رأيك الخاص فيه وأقول دائما بأنك ينبغي أن تجيب عن سؤالين اثنين في أي إنشاء كيفما كان نوعه لكي تقنع القارئ بفكرتك طبق القاعدة الآتية الكاتب لا يكتب لنفسه بل يكتب لغيره ولكي لا تخرج عن مضمون الفكرة أجب دائما عن السؤال الآتي ما المطلوب مني أكتب هذا السؤال في ورقة التسويد وأجب عنه وترجع إليه كلما دعت الضرورة تعرف هل أنك في المجال المراد توسيح هذه الفكرة أم أنك تخرجت عن الإطار المرصوم لك ثم اعلم بأنك تكتب للغير لا تكتب لنفسك سأعطيك مثالا بإذن الله تعالى لفكرة وأحاول أن أعطيك نموذجا وأحاول بعد ذلك أن أعطيك نموذجا لتوسيع فكرة مثلا توسع في الفكرة القائلة المجتمع الديمقراطي يتميز عن غيره بأنه مجتمع واقعي لا يكبت بالقوة مظاهر الاختلاف ولا ينكر حق التعدد اسمع معي النص الإنشاء فأقول غنيون عن البيان أن الديمقراطية نظام حكم يمثل فيه الشعب اللبن الأساس في صياغة وتنزيل الأحكام لمنظمة العلاقات وهو بهذا يؤسس لمجتمع واقعي يؤمن بالاختلاف ولا ينكر حق التعدد ومما لا جدال فيه أن للديمقراطية مبادئ وأسس ترتكز عليها إذا لم تطبق تبقى مجرد معاني جوفاء وشعارات ليس إلا ومن أهم هذه المبادئ الاعتراف بالآخر أي المخالف كيفما كان انتماؤه الحزبي أو ولاؤه المذهبي والاعتراف بالآخر يتطلب في المقام الأول أن ينصط بموضوعية لجميع الأفكار المتنوعة ويقبل بإنصاف مطالب الشعوب المختلفة وعلى رأسها الحرية والمساواة والعدي فأما الحرية فهي مطلب فطري قامت لأجلها ثورات الشعوب في مصر وتونس وسوريا على سبيل المثال للحصر وليست كلمة تخفق لها القلوب بقدر ما تخفق لكلمة الحرية لهذا جادت قريحة شاعر الحرية أبي القاسم الشاب بأبيات جرت على كل لسان تواقل لها إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر وقبل أن يجث قلمي أود أن أشير إلى أن الديمقراطية خلاف للحكم الفرضي الاستبدادي تستعمل قوة المنطق لا منطق القوة في التعامل مع المخالف وعليه فهو النظام الأنسب للحياة الكريمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم من قطع عمله إلى من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذه المادة العلمية فهي إذا صدقة جارية لكل واحد منكم الحق في بثها ونشرها أو علم ينتفع به وأعتقد بأن هذا علم سينتفع به المتلقي بإذن الله تعالى أو ولد صالح يدعو له أنتم أولادي أنتم أبنائي وبناتي أدعو لي في حياتي وبعد مماتي محبكم سعيد بن عالية 06-73-83-73-23 وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر